وقبل ما ابدأ مع حضراتكم اخبارنا ومتابعتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر في اولى ايام عيد الاطحى المبارك خلوني اصبح على زميلة الغالية اللي بتشاركني حلقة النهاردة ايمان صباح الخير عليك يا ايمان وكل سنة وانتي طيبة كل سنة وانتي طيبة يا هدير صباح الخير بتقضي العيد ازاي؟ يعني السنة دي كل المناسبات مختلفة بس اهم حاجة في العيد ناخد العدية اختي العدية ولا لسه؟ طبعا ده اول حاجة تحصل ومبسوطة جدا اني معاكي النهاردة في اول يوم العيد ومع كل مشاهدي صباح الخير يا مصر تصفح عليكم كلكم على بلدنا الحلوة ربنا يجعل كل ايامنا جميلة وتفضل بلدنا محفوظة باذن الله رغم كل التحديات ورغم كل الاجراءات الا اننا ماشيين في الطريق الصحيح الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحافظ على اجراءاتنا الاحترازية والوقائية لغاية دلوقتي ونرجو ان احنا نكمل على ده زي ما قالت هدير وده اللي خلانا نفرح بالعيد ونشوف التجبيرات اللي بنتبهها في صلاة العيد عبر شاشات التلفزيون المصري والتبعناها مع حضراتكم شوفنا صلاة العيد من مسجد السيدة النفيسة ده طبعا بجانب متابعتنا الحية لمناسك الحج النهاردة بدأ واحد من مناسك الحج وهو رمي الجمرات جمرة العقبة الكبرى زي ما احنا متابعين طبعا المشهد السنة دي مختلف طاغي عليه الهدوء طاغي عليه التباعد عشان ظروف كورونا لكن كتير اطمنوا انه موسم الحج ناجح وموجود ومحسسنا بانه الحياة مكملة واحنا متعايشين رغم ظروف كورونا طبعا متابعتنا حية على مدار اليوم للحج ومناسك الحج بكل تفاصيلها وصلاة العيد زي ما نقلناها لحضراتكم في اول ايام عيد الاطحى المبارك